في علاقتك يا بصير بالصلاة هقولك على حقيقة كده عيشها على وجه اليقين ما تعقبش نفسك بترك الصلاة وقت الأزمات والمحن ساعات لما البني آدم بينسى شوية كده ويخش في حال ان العلاقة مع ربنا أخد وعطى بيحس انه بيضي ربنا الصلاة يعني ربنا بينادي فأنا بروح له فأنا بعمل حاجة حلوة لربنا وهو الحقيقة الواحد بيعمل لنفسه مش لربنا إن ربنا لا ينتفع بالأعباد فأنا عملت حاجات حلوة لربنا وبعدين أنا كنت متوقع حاجات معينة من ربنا يديها لي أو يحفظ لي على ناس في حياتي معينين فلما مثلا تحصل حالة وفاة ربنا يرحم الجميع من حد قريب أو أخسر شغل أو أكون بخبط على باب رزق وما يتفتحش حسن أنا ديت كتير وما خدتش ده السبب الدفين إن بعضنا بعضنا وهو مش بصير بالحالة دي ساعات بيقطع صلاة يقول مش قادر أصلي في الأزمة ليه مش قادر أصلي حالة إحباط الدفين ما كنتش متوقع كده من ربنا عشان كده أنت عارف شبه إيه؟ شبه مثلا أنا حبيبي أخوي وصحبي وبنزور بعض وبنساعد بعض وبعدين فجأة عمل لي حاجة زعلة والله ما ندخلك بالتالي ده أنت وأخوك ولا أنت وصحبك زي بعض صحاب لكن ربنا سبحانه وتعالى فرض لينا الصلاة مش علينا دهو قال لنا صلوا علشان قلوبكم تبقى موصولة بمصدر كل خير في حياتكم فأنا بعاقب نفسي لما بقطع صلاة وقت الأزمات والمحن ده أنا وقت الأزمات والمحن محتاج أفزع إلى الله ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين شوف ربك يقول فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا البأس يعني أوقات الشد فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون ساعات الشيطان يجي يقول لك ينفع كده يبقى أنت كويس وبتعمل ده كله وبتصلي ويحصل معاك كده وياخد منك حبيبك وسوسط الشيطان بيوقع بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر في حاجة مهمة وكبيرة فزع إلى الصلاة روح لرب حبيبي سبحانه وتعالى يأخذ ربك بيقول فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك تربع ربك سبحانه وتعالى لها معنين الآية إما التسبيح وإما سبح يعني صلي فانت النهاردة إذا كان ربك بيقولك لما تبقى عندك أزمات عايز ترضى وقف على بابك فيا أيها البصير خد بالك من شطانك اللي بيزعلك من ربك وقت الأزمات فيبقى رد الفعل أنا مش قادر أصد لحسن ده هيزود تؤل الهموم على قلبك لأنك ملكش للربك سبحانه وتعالى وعايز أفكرك بحاجة حتى الأزمة نفسها معمولة للأخذ بيديك والله يعلم وأنتم لا تعلمون هو قال كده قال قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ليه؟ هو مولانا هو اللي بيتولانا سبحانه وتعالى بالنعمة وبالأزمة فما تعقبش نفسك بأنك أنت تبعد عن الصلاة وقت الأزمات لأنك والله ما في حد أحن عليك من ربك وما تنساش أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وهشجعك النهاردة كده لحظة الصلح بتاعت بالليل كان المشايخ يقول لنا كده من اللمحة تأتي الصلحة لمحة إيه؟ ينزل ربنا إلى السماء الدنيا هنا يكون الثلث الأخير من الليل ينادي هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ فمن اللمحة دي من الموقف الجميل ده اتصالح مع الله وارجع للصلاة لو كنت مش قادر لأنك زعلان أو عندك يعني أزمة معينة اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم اللهم يا ربي ويا سيدي ويا أملي ويا من بيده قبول عملي وحسن خاتمتي نسألك بدنا خاشعا بين يديك وعينا تبكي شوقا إليك اللهم اجبرنا عند وقوفنا بين يديك وتقبل دعاءنا ويسر غيوبنا وصل اللهم وسلم وبارك على أول العابدين والحمد لله رب العالمين